أرجع مع حضراتكم مرة تانية وإلى النائب محمد أبو العنيني وكيل مجلس النواب أولا مرة تانية وعيد السؤال الأول خاص بي اجتماعات برلمان الأورو متوسطي بحيك موجود كنت في المغرب لمشاركة في هذا الاجتماع لأنه كان الصدفة الأول مش واضح تفضل أولا مساء خير على رئيسك وعلى كونة تاني المشاهدين شكرا أنا جاي من المغرب بناء عن تكليف سيد رئيس مجلس النواب بأن أنا أمسك برلمان مصر نيابة عنه في برلمان الاتحاد بأجل المتوسط ده البرلمان الأورو متوسطي والبرلمان ده بيضم طبعا كل اتحاد الأوروبي كله مع كل دول جلوب المتوسط الاجتماع كان في غاية الأهمية لأن مصر فيه انتخبت والشاحة الأول وانتخبت أنها تكون عضوة بهيئة المكتب في هذا البرلمان الحمد لله ربنا وفقنا ومصر دخلت بفوتها وبقت عضوة في هيئة مكتب البرلمان البرلمان الاتحاد بأجل المتوسط وده طبعا حمكننا تباكل كبير قوي من وضع النفسنا في سورة أو شرح السورة الحقيقية لكل ما يحدث في الشرق الأوسط وفي مصر وكل ده طبعا تفاعل كبير جدا مع البرلمان الأوروبي والبرلمان البروم المتوسطي والبرلمان المتوسطي طيب شاتينايب خلينا نعود إلى حدث كمان حدث المهم الحدث العالمي استيفانو ريتشي وزي ما قلت من شوية علاقة حضرتك به منذ سنوات طويلة لقاءات مع بعض إزاي بدأت فكرة مجيء ريتشي إلى الأقصر حالك اتكلمته إمتى قال لحضرتك إيه ثم المجيء ثم الاحتفالية والرسائل اللي خرج بنزيل الاحتفالية اللي ردود أفعال كبيرة جدا على المستوى العالمي طويل حقيقة يعني السيما العامل استيفانو ريتشي الحقيقة هو عاشق للحضارة وعاشق للتريق وعاشق للحاجات التي فيها أعراق وهو يحيق يعني ما تتخيلش دي معجب للحضارة المصرية من أول يوم أن عرفته من أكثر من خمسة عشرين دم لما جي مصر هنا وخدته أنا خدته على الأقصر وساعتها يعني صر أنه يعمل كتاب على الأقصر عشان يربط اسم الأقصر أو باسمه وبالبلانين بتاعه فالحقيقة عمل الكتاب وقبع سيئة عربعين طلياني كانوا أقصرين دي مدة شهر هنا راحوا الأهرام وراحوا سقارة وراحوا لأقصر وقعدوا في الأقصر طبعا أيام كتيرة وراحوا أسوان وصوروا الحقيقة البلد بطريقة جذابة جداً وعمل الكتاب ووزعه حول العالم على كل أصدقاء وعلى كل عملاء لما جدنا بقى النهاردة بعد قصة البنداميك وبعد اللي حصل كنا عاودين بقى نعمل وعاديين مع بعض بيتكلم فجد فكرة يعني أنه ييجي مصر ويعمل حدث عالمي كبير يرتبط باسمه ويرتبط بالحضارة المصرية القديمة وبرضو إحنا نتكلم على الحضارة المصرية الحديثة كمان اللي النهاردة بتشيد وبتقام والناس تأخذ فكرة عن الوضع الأمني والوضع في مصر التطور الحاصل فأنا الحقيقة أكادمته والألم عنده سمانع جينا على طول على هنا وعقدنا لقاءات مع السيد وزير السياحة ووزير الطيران السابق ورحنا لأقصر وعملنا حتى من ثلاثة أربعة زيارات وإحنا بنتشوف البرنامج يمشي إزاي وطبعا معنا مخرجين ومعنا ناس سهمها بقصة إزاي يعمل حدث إزاي يخرج حدث عالمي التودي بهذا المستوى هو إن كان من ناحية الإخراج العام من ناحية ترتبات الخاصة الترتبات السفر والتواجد وترتبات الخاصة إزاي إحنا هنقدم مصر بصورة أسرية حديثة من ناحية الإخراج ومن ناحية الإضاءة ومن ناحية الحديث عن مصر بصورة جذابة اللي يفهمها الناس كلها وترتبط باسمه وترتبط بمنتجات سيفانوريتشي مش مجرد مصمم أزياء زي ما بيقال في الوقت لا سيفانوريتشي ده اسمه عالمي براندي كتير جدا اشتغل فيه الاستاعات والنظارات والملابس والمفروشات والتصنمات لطيارات وتصنمات لسفن وقصة جديرة اوي 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 لما تشوف تاريخه وشوف ماذا عمله مش مجرد زي ما بيقال كلا ولكن مهم لما رحنا وطبع كان معنا فريق من عنده كتير شاف وبدأنا نحط نقطة على الحروف هاي ازاي الناس يجي تنزل في مطار الوقت منين ييجو الناس الناس جاية من حولين العالم كله طبعا اعاوز اقولك ان كان بيجير جدا من التيارات الخاصة الموجود وفي ناس بي اي بي جايين من العالم كله سواء كانوا اكتور ممثلين او اسماء عالمية او سياسيين او 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 كل دول بتواجه لهم الدعوات هينديروا ازاي واستقباله ازاي وانديروا فين فنادي ايه ثم العرض نفسه هيتم ازاي ثم الاقامة طاعة الفنادي رحنا الحقيقة رحنا الفنادي المشهور هناك وكان فينا الاحياء Σحصة54 ميميز جدا اه اي да PN1 كام عدد يجيجو وكام عدد اللي هية ايختمو المدعوين وكم عدد الناس التجاية اه اي حالي تدا سواء كان للجيستيكس أو الأكل والخرب والراحة والحركة العربيات كل تفصيل يعني كل تفصيل لا لا وهو ده اللي بنجح الموضوع التخول في التفاصيل دي كلها هي اللي خلت الموضوع يبقى عالمي بالطريقة اللي فيه ولا غلطة زي انت كل واحد جاي وقفة عربية خاصة بتاعته تسواءه ببرشد دي في المطار زي نقضه من المطار نوديه الفندق ويروح الفندق إلى غرفته هو قبل ما ييجي عارف رقم الغرفة وعارف حياكم إمتى وعارف الترنامج إزاي والهدارب تقدمه إزاي وعارف مين يتعامل معاه بتليفوناته ومين يتصل فيه أو في حاجة لا فيه تنظيم على أرقم مستوى ما تتخيلوه تتفاصيل التفاصيل لما ترسلت بقى الصورة دي كلها وبدأوا يدع سنة ناس بقالهم هنا حوالي شهر ونص موجودين في الأقصر عاديين بيرتبوا الغرف وبيترتبوا الزيارات والحركة وطبعا كان فيه أماكن كثيرة حيروحوها في معبر لقصر ومعبر حسكوت والبر الغربي والأثار اللي موجودة في لقصر حيروحوا لها في وزي الملكات ووزي الملوك بكل دي حركة غير أحد هذه لأنه الدوبة ده ساعة مستوى واللي بيروح عن طريق ملكة الدين أو بروح عن طريق البر يعني كل ده تنظم بطريقة منمقة جدا وطريقة حضرية جدا وكل حاجة تكون حقها في الإخراج في الإضاءة في ترتيب في الحركة في الاستقبالات الحقيقة أنا كنت سعيد جدا بالتخول في التفاصيل بكلها وأنا شايفها لحظة بلحظة وحب أحير حقيقة يعني كل من ساهم سواء كان رجال الأثار في مصر وزراء السياحة السابق والحالي ناكمع كل دعم أدموه وزير الطيران السابق والحالي لأنهم أتدروا طيرات الشرطة لمصر الطيران جابت الناس جابتهم من بولونيا على هنا طيرات خاصة تخطهم وتوتيهم وترجعهم عشان الناس في الصغر والناس المدعوين كان فيه كمي كبير جدا من الأفكار والرؤى وكل الاحتمالات اللي ما كنت تحته زي يتبني وكيد حتى الأكل بالتكلم غدى في مكانه وعشى في مكان بالضبط لا شوف التجهيز بتاع الغدى والتجهيز بتاع العشى ازاي والتجهيز بتاع الإضاءة بتاعته ونوعية الأكل اللي بيقدم ومين اللي بيقدم الأكل وكل واحد له عارف إحنا كنا قاعدين في حسسوت في العفلة كل واحد قاعد على شلسة الشلسة القاعد عليها دي مكتوب عليها اسم آه قدامنا هو نعم كل شلسة مكتوب عليها اسم اللي هيود عليها بقى لك كل واحد تتوقع حتى مستوىين بتوعنا والعربية اللي كانت منظرها جميل والتتوقعين منظرهم جميل والحقيقة عايزة حية حية خاصة إلى شادة المحافظة محافظة أقصر والجماعة رجال الأمن رجال الأمن الحقيقة اللي كانوا قاعدين للنهار قاعدين بيسهدوا ويساعدوا كل من له أي حاجة الحقيقة الطريق كله كان ممهد بترحاب كبير جدا من أهالي الأقصر ناس حسوا أنه ده حدث وحدث رفيع المستوى وحدث راقي ولما شافوا نوعية الناس اللي جاية ولما شافوا الانتقالات والاحتفالية ربعمية شخصية بتحركوا في وقت واحد هنا وهنا وهنا لا انت تتكلم اه دهما استهنك تحرك ربعمية شخصية بالمستوى ده لما تحركوا من البر للغربي وحركوا من فندق حتى الزهبيات الزهبيات اللي موجودة في النيل دي كانت كلها مليانة من الناس العيشة جوة نهر النيل عيشة الزهبية اللي موجودة في المياه ناشا قالوا لا احنا نحب ده تجربة جديدة مش عاوزين روح تنادق فبقى كل مجموعة أهرة الزهبية في النيل الحقيقة بعد كده بقى تيجي على صدى الاحتفالية النهاردة لما تحس انه جاي عند رياه بتكل ده اعتقد اشهر واحد في العالم النهاردة بيغني ده اشهر قريب واحد في العالم وتحس ان قدامك سيفان ريتشي باسمه وثلاثين يمتعه كبير وجاي على الوقتر اعظم مكان دي العالم في الاساره وحضرته وتاريخه الباكت جدا لما جمع كله مع بعضه وتتوق بالطريقة العصرية الجمال ده وتتوق الى العالم كله برقي وبتحضر وباداء متميز جدا سواء في اخراجه او في اداءه او في حركته الحقيقة كان منظر جميل دي عزمة مصر وعزمة التاريخ المصري وعزمة المصريين لما يقدروا يقدروا يعمل يقدروا يعمل كل حاجة دي دي ومدعوين بالاسم كل واحد مدعو اسمه وماش عامة لأي حد عاوز يجي ومان عند الاحراج ان حد يجي ولا تبا انا عايزيك تقوله لا وفيها شخصات كتير جدا جدا ده فيه ناس كلموني اذا اعلنين جدا انهم ماجوش وفيه ناس هتعملوا امتاز ابتداني يعني الناس حسوا باهمية الحدث وبعدين طبعا انت لما تتكلم على الكم ده كله والحركة بتاعته من مكان لمكان لمكان واقامتهم وتحركهم برضو انت محتاج برضو يعني تحط في اعتبراتك الكثير من العوامل اللي تتجح الموضوع دون انت عرضوا لأي خطرة أو اي حاجة الواضح انه طبعا مصر الشرطة المصرية والموليس المصري اللي كان وقف لك من اول عميد الشرطة اللي العسكري دي بحارس منظفية ايه اللي هو سيد مدير الامن فيه خدمات موجودة اه السيد مدير الامن ما تبس في الموقع ولا لحظة والسادة اللي هم رئيس التنشيط السياحة ورئيس اه اصد الشرطة الشرطة السياحة الشرطة السياحة اه الحقيقة لحظة بلحظة هو هو رجاله مشكل لحظة بلحظة واتصالات مباشرة من واحد لواحد لواحد في الحركة عربية الشرطة قعدة اه في مقدمة اي خور وفي الطريق خدمتها العالية جدا هل حصل اي مشكلة لا 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 خالص خالص وهذا الهواء وهو دا في الحقيقة السر المجاحكم اه كل محكم عارف دوره وعمله ومستطر ببطائيا طح والرقية فيها بعد هذا المستوى كان طح واحنا ما حسناش حتى انه في حراسات ولا بوليس ولا حاجة وده نوع من الرقية في الخدمة انك تلاقي عربية شرطة اه بتأذية ودورها العادي جدا ازاي اي يوم وهي فعلا الدنيا هي ده امن وامان مصر ده الرسالة العصرية لانكو تعايز اقولها وبقولها كتير كل سفرية برا بقولهم هي النهاردة تعالوا فراجوا على مصر امنها وامانها شاكلوا ايه مصر النهاردة بل المستقرة مصر امنة مصر اعلى بتتغنى بمسروعاتها العملاقة وتعالوا شوفوا في ايه لما جوكموا شافوا وانا عاد طبعا معنا ستيرة منهم وعدم بتتكلم على الوضع الحالي والوضع شايفين ايه فيه مناص يجي الاول مرة مش كده اه كتير جدا اول مرة اول مرة هاتا شافوا ايه مصر يعني كانوا بيسمعوا النهاردة شافوا ايه مصر في ناس بكو في ناس بكو من الفرحة شافوا منظر المعمل بالليل يعني انا مش بصدق ان انا مش بصدق ان انا هنا حاجة واقعدوا يعني يخضونها بالاحضار ويخصوا بالاحضار انت عملت ايه هنا منظر بديه منظر حلو وبعد العرض لما اتتمعوا في السلدة وبعد العرض اللي حصل فيها الناس كلها وقفة مش بشداء جمال العرض ورقي العرض والمعبت لما تنور صح والحركة بتاعت الناس وهي نزل من المعبت كل واحد شوف يعني عاوز اقوله استفنه بنفسه كان بقاله ابنه هنا كان بقاله يعني شهري كامل هنا ابنه وكان بيخود للصف كله وعنده اتنين فليبو وليكله الاثنين ولاده فليبو قاعد هنا بقاله شهر وجيه على مدى السنة دي اكتب من 15 مرة يطلع يروع على هناك وبعدين لما فيه استفنه جيب نفسه قاعد في اللقصر اخر خمس ايام او ست ايام قاعدهم قاعدهم في اللقصر كل يوم روح الساعة خمسة صباح من البروفات بيقى من البروفات في البروفات العرض ده خمسة صباح شايفوا قدامنا العرض اهو حاجة مبغيرة جدا نعم ده ما تعملش كده لا ده فيه فرقة موسيقية وفيه بخرج عالمي جديد وفيه ناس للإضاءة وفيه ناس للحركة وفيه ناس كل واحد خد تدريبه من الجماعة حتى اللي بيعرضوا ووسط الجو ده بالحركة فيه المسافة في كلها ده فيه ترتيب راقي وده الحقيقة رسالة جديدة نحن ممكن نوظف أسرنا ونوظف إمكانياتنا ونوظف معلمنا في العالم كله نقدر نوظفها بطريقة راقية ونقدر يعني تدر علينا دخل عظيم جدا دي البداية اللي حصلت والرقية فيها حيبقى رسالة لبيوت أزياء عالمية جبيرة إنها تيجي وتشوف وتتكرر التجربة وأنا أتمنى أن نشوف كل سنة عشرات من الناس اللي جاي اللي يجي الهرم واللي يجي سقارة واللي يجي نقصر واللي يجي حتى في أي أماكن أسرية جديدة ونشغل مدحفنا بكبير ده إن شاء الله برضو نفس الأغراض يبقى كده احنا بضربة الحضارة القديمة الحضارة الجديدة بالموضة حضرتك في كلمتك أشرت المتحف المصري باعتباره واحد من أكبر متحف العالم يكون فيه مئة ألف قطعة أشرت اللي أحضرتك في الكلمة بالضبط كده بالضبط فضح نتكلم المتحف المصري المتحف طبعا لازم ما هو لازم تزي المختمة إن إحنا عندنا حدث عالمي تاريخي كبير فلازم الناس دي كلها تقولها والميديا خلي بالك كفره كان معها أكثر من خمسين واحد من رجال الميديا العالمية صحف جميع أنواع العالمية وأرقى ناس فيها له مصدقية له بقول كلمة كلمة اللي شافه حيقوله بالضبط واحساسه حيقوله بالضبط سواء كان من أمريكا أو من أوروبا أو من أستراليا أو من روسيا بقى كم ضخم جدا كل واحد وكفي مطمر صحة كعملوه استفن ربارد ورد على سيلة الناس وأنا كنت حاضر معاه حقيقة الإحساس بالحدث نفسه وبأهمية الحدث والمتعة اللي شافوها محدش تكه من واحد في الألف مفيش مشكلة مفيش مشكلة كله محبة وتعارف صداقة ومتعة هي دي مصد هل تكلم حاجة بصراحة وبعد ما رجع بعد ما رجع تكلم حاجة طبعا طبعا يعني حقيقة راجع هو مولاده حقيقة خدوني بالأحضان بعد كده وإحنا عمل عمل تاريخ وطبعا كانت فكرة نحن يعني من الأول لكن الفكرة إنها الأداء الأداء اللي حصل والوقيع اللي حصل فيه لا والدولة ساعدت أو تأسلات من الدولة مؤسسات الدولة طبعا 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 ده فيش شك ده فيش شك إن الدولة كانت عندي مسؤوليتها كلها وكل المسؤولين في الدولة لإدهوا تعلماتهم إده ده ينجح وفي هذا المستوى وكل المؤسسات المحافظ مستاذا من الأمن وجماعة الطائل بيئة وجماعة الطائل الصحة وطبيب السوارع ورقي السوائين والعربيات منظومة كثيرة جدا 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 كانت كل واحد عندي مسؤوليته أو ده من حدث أنا أتمنى إن شاء الله يتكرم والنجاح لها حتوفت حتوفت لسه لسه بغاية دلوقتي انت استعرضت شوية معلومات لكن المعلومات الأكبر والأهم حديثة لسه جاء تاني لأنه النهاردة لسه مرحيين مفارح والمعلومات لسه بدأت تتعرف ذا الـ 12 مبدئيا لكن لسه بقى الحدث وأصاره على مستوى العقل بتلقى كم رهيب من المكالمات ومن الرسائل واللي زعلان عشان لم يدعا نفسه جداني وإيه الجمال ده وإيه العظمات يعني مصر في عيون العالم ده حدث تاريخ التهاردة تحبط مصر في عيون العالم بصورة عصرية حضرية جميلة نتمنى إن شاء الله أنها تتكرر وكل شهر تتكرر عشرات المرات ونقدم نفسينا بالردية وده رد رد على أي محاولات أو أي شيء ده رد واضحة هو يعني هم نتكلم على حدث عالمي العظار ده هنا في مصر نقدمه للعالم كله ما هو هي الموظف المصري والشرطة المصرية والقائد اللي بيخدف المحافظة واللي بيخدف الصحة واللي بيخدف البيئة واللي بيخدف السوارع لا لا فيه ناس كانت عند مسؤوليتها والنهار ده بطل من العالمات الجميلة نظافة لقصر لقصر أنا شفتها يعني نظيفة وثلمة كده ونقية فيها والناس قاعدة بابتسامة على وجوه ناس السعب بتاعه بتاع لقصر سعب يعني حبوب كده وفرحان من قلبه لما شاف الحدث وبيرحب الناس وياخد ناس بالأحضان بحب ويرحب لهم ويشور لهم ده الإحساس المصري الجميل اللي بيوضح بيوضح إنسانية المصري الميزة كمان إنه قناتنا وصدى البلد هي الوحيدة اللي كانت حضرة احنا كنا احنا كنا يعني هي قناتنا الوحيدة طبعا ما هو لازم تبعنا اه اه هم ساكلوا كل حاجة الحقيقة لكن احنا بنحترم دلوقتي حول القاس كل ما يتعلق بالميكية الفكرية لأي حد لكن احنا بروزنا النسارة صح والأحداث عرضناها صح وما احترمنا لكل حقوق الناس اللي جاية تقدمها يعرض لكن طبعا بوتفير لي فرق جامل كده لما غنى وليزل من فوق وهو بغني فجأة كده رح تمضلمها المسرح كل رح مضلم وفجأة لقنا بوتفير لي بصوته كمين اه فيه واحدة طبعا تانية كانت مغنية جاي من امريكا وكن فيه بقى ناس او حتى فيه ناس الجماعة اللي هم المشاهير برضو بتوع الافتام دول انا مش عاوز يعني اعاوز 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 في الاسماء عشان ما حد يزعل نعم لكن الحدث حدث سراقي ان شاء الله يتكرر تاني وتالف وعشر وإذن الله مصر تبقى اه ب ب عبقريتها القديمة ومحضراتها الحديثة بتقدم نفسها بصورة بصراحة حضرتك كنت لما فكرت في هذا الامر كان ايه الهدف ايه الرسالة اللي حالك وتعاست بصراحة تفرغ من هنا بصراحة اه انا عاوز اقدم مصر في صورة جديدة عاوز اقدم مصر الحقيقة كما تستحف اه مصر ما تستحفتش ابدا ان يطلع اي حد من المتخلفين دول يقعد يتكلم عن مصر ويشوي صورة مصر وحنا كنا بنظلم والمؤسف ما بنردش المؤسف ما بنقلش الصورة الصح الحقيقية الا في القليل يعني هم اللي عاوز شوشر شوشر لكن الرد ضعين جدا قدام الشوشارة بيبقى فيه بس اللي بيشدق واللي مش عارف الحقيقة لكن النهاردة الوضع ده هيغير صورة وحيديد رسالة عصرية جد كده وعاوزين ما يكمل بقى هيا مش بره ولا لا عاوزين نكمل في كل المجالات وتبقى صورتة يعني ترمقها وده بيعمل براند بقى تاني كده اه ده حيشانا فيه في فلسة تانية بقى ده يعمل براند كده بقى بيتقدم مصر نهاردة تسورة دي تسورة الغدية رعب القرية الجديدة اللي تدع عليها بقى مصر الصناعية الحديثة ومصر الترسيهية ومصر الألاجية كل أنواع السحة بقى تقدمه بقى وقدم أثيره كده لا وده كمان مقدمة عند حضرتك قمة المناخ بعد ثلاث أسابيع من دلواتي بالضبط والعالم كله جايلك شوف الحدث السياسي والعالم ييجي الحدث ده حقيقي همه خلاف سياسة ومبيئة وناس يمسي لكن الحدث ده تتحيب نفس الحدث ده حدث عبقاري لأنه يمسي أحسي يمس يتقافي في أحسيس الناس وقلوب الناس نعم وفتربطوا بين الحضارة الأليمة مع الفن والجماد والموضة مع الحضارة المسرحة أنت تتكلم على يعني فن جديد من تسبيق مصر الأقرد الإحتاجة الأقرد اللي ناس تحسي تتفاعل معها ده بيختلف عن مبتمر السياسي جاي حقيقة ورئيسة ووزير يقول كلمتين وينزل وعنوانه معروف بساكله معروفة ده موضوع ده موضوع تاني خالب لكن مقدمة حلوة لمصر ومقدمة برض المؤتمر كان حدث أكبر وأكبر في مصر وأنا أعتقد أن تدعى الخامون الفترة اللي جاية كان يوم اللي جايين دول هيفتتح على مرور 100 سنة على كتافه وده حدث ثاني يجب أن يأخذ نفسك في مملكة دي وأنا بقولها أقول لجماعة بساكل أسار وقال السياحة بساكل أسار جاي ده في حدث برضو في أسر الفتاح تتعال خامون أو مرور على مرور 100 سنة على كتافه تتعال خامون ده حدث في عالمي كتير ويجي ناشف كتير جدا منه عامل الشمس على المقبرة نعم ده حلم الناس أدعاف إزاي إحنا نسوقهم بقاش بقرد خبر نعم ده المفروض يبقى ييجي بقرد عبقاري كده يقدمه ويحسس الناس ويخاطب الناس بره نجاح الموضوع اللي حصل هره ده هو نجاح النجاح لأننا بخاطب العالم بره مكتوه وأنه العالم رد الفعل العالمي جامد جدا آه ما أنا بقول لها وليس على مدى كان يوم هي دول حتتمرج على تفاعل وعزين جدا عالمي باش إحنا الحدث ده خاطب بصر حصابة في العالم مش خاطبنا بس بس ده إحنا خاطبنا العالم كله برسالة قصرية حديثة منمقة جميلة باش كلها تحترم الحمد لله على السلامة الله يسلم واشكرك شكرا جزيلا النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب